مرحبا بداية أخبارنا مع صور نشرون رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر لعدد كبير من طيور الجوارح تم استيادهم وتصويرهم بعنجر البقعية مع افتتاح موسم صيد 2018 وعلق على صور أوقفوا مجزرة الصيد وبأحدى صور واقفين ولدان بكل فخر حاملين الطيور المقتولة نذكر أن طيور الجوارح مهددة عالميا بالانقراض ومنها المجزرة اللبنانية إلى نوع تاني من المشاكل يلي عم نشوف كتير مننا مؤخرا على الطرقات بلبنان وهي حوادث السير والفيديو يلي أثار دهش كبيري على السوشال ميديا بيظهر سيارة على المتن السريع ماشي عكس السير والسائق معرض حياته وحياة السائقين الآخرين للخطر هذا في لبنان فقط أما قوى الأمن فردت عبر تويتر بتعليق بيقول الموضوع قيدة المتابعة ومننهي ترند مع صور للسياسيين انتشرت على السوشال ميديا ومنبدأ مع رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع وزوجته ستريدة هنو عم بيرقصه بطريقة رومانسية خلال تلبية دعوة عرس بقضاء بشري وأظهرت أيضا مقاطع فيديو جعجع عم يدبك مع العرسين والحضور وإلى رئيس الوزراء سعد الحريري اللي نشرت الرئيسة المصرية دينا عبر حسابه على انستغرام صورة بتجمعها فيه والسيناريس التامر حبيب الصورة كمان مأخوضة خلال الاحتفال بأحد الأعراس بالغردقة بمصر لهم نصلنا لنهاية التراندزي اللي فيكونا تتابعوني على فيسبوك وفيكونا تتابعوني على انستغرام وتويتر لقونا بكرة لأخبار تراندينغ من السوشال ميديا